نصر خير الحضوري الكرام شعراء وأدباء وأعلانيين إخواني وأخواتي باسمي واسم الهيئة الإدارية في المنتدى الثقافي المؤلفة من الدكتور علي عجمي رئيسا الدكتور حسن بزي نائبا للرئيس حنان شرارة أمينة السر رفعة المندوي أمينا للصندوق وسام شرف الدين علي السندي كامل بزي عدمان شرارة هاني البوردي زياد نصر أعضاء نرحب بكم أجمل ترحيل وأهلا وسهلا بكم جميعا بداية أتمنى على المشاركين الكرام الالتزام بالوقت المحدد لهم وشكرا أمسياتنا لهذه الليلة متنوعة كالعادة الفقرة الأولى هي محاضرة بعنوان قراءة معاصرة لمنحمة جل جمش السمرية للدكتور صبري مسلم حمادة وهو أستاذ اللغة العربية بقسم اللغات الأجنبية في كلية واتشناو في أناربر ميشيغين أستاذ الأدب العربي الحديد في جامعة الموصل وجامعة دمار اليمن سابقا شغل المنصب عميد كليات الأداب في جامعة دمار ثم رئيسا لقسم اللغة العربية أصدر أربعة عشر كتابا في مجال تخصصه نذكر منها السرد وهاجس الصوت الخاص رؤى وتقنيات النقش المسحور إضاءات على السحر والأسطورة والفولكلور متون يمنية متقات مركز عبادي غلطة المناهج ورهافة النص ودراسات في نقد النقد أسوار أروق كراءات في السرد القصصي نشر عشرات المقالات والدراسات في الصحف والمجلات العربية أشرف على عشرات الرسائل الجامعية في المجلسة والدكتوراه لديه مجموعة شعرية لم يطبعها بسبب انشغاله بالدرس الأدبي رحبوا معي بالدكتور صبري مسلم حماده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر